دكتورة سامية أحمد الوباء اليوم برأسين الدلتا وأوميكرون والأصعب في القضية هو التكفل بالأمثل والتلقيح واللقاحات هل هي قادلة على مواجهة المتحورات الجديدة ولماذا هذا المنح التصاعدي في عدد الإصابات شكرا هذا العدد الذي سيزيد ناتج خاصة نرىه في كل العالم دكتورة الـ COVID-19 ولا يتعيش معنا الجديد فيه هو متحور هم المشكلة هم الذين ستساعدون ويقدرون يكونوا وحيد جدد ولكن عندما نرى مدام هذا الفيروس هو منتشر ومدام رحو يعني سخكول رحين يكون يعني عدد الإصابات تكون في ارتفاع شفنا في الدول وحيد أخرين وكما نفس الشيء عندنا احنا ولو أننا ترجع عندنا احنا يعني هذا كن غوتار ما يجيش في نفس الوقت وهذا يعني مليح لنا على خطر كشغل يعني دروس نتعلموا منهما سدي لسون أبخيز من الأخرين باشكي احنا نستعدوا من جهة ومن جهة وحدة أخرين يعني ربما كانوا ما كانوش في ما أخدوهمش بعين الاعتبار ناخدوهم احنا كان ديرهم ورحين ناخدوهم بعين الاعتبار يعني الحاجة نظن الحاجة اللي تساهمت الأكتر في الانتشار وفي انتشار الحالات هو من جهة أن عدد لما نشوفه عدد الناس اللي داروا تلقيه هو يعني قليل بزيف ولو أن يعني الفاكسر موجود اللقاح موجود ومهما وشع منا كامل ولكن نشوفه باللي يعني ما كانش الناس يروحوا بزيف يديروا التلقيه تحهم هذي من جهة من الجهة ومن الجهة أخرى تراخي على يعني الجس باغير نشوفه باللي من إجراءات التباعد غير محترمة الإجراءات التباعد غير محترمة نشوفه باللي القناع الناس تقريبا نحاوه خلاص كي شغل شفنا كما الحالات هبطت الناس كي شغل راح خلاص هلوكي احنا من قبل نقولو هالي ناس لمشي مع التلمومتر اي مع تكسحها نشوفه إذا طلعوا الحالات نتخوفه نرجعه إلى يعني البون مانيير ولا شفنا باللي الحالات هبطوا نقولوا نترخوا ونديروا هذي نظن هذو هما يعني السببين أكتر اللي يعني نشوفه باللي الحالات انتشرت أكتر نشوفه تاني باللي هذا يعني ينتشر بسرعة وهذا نظن هو التخوف منه الترع لخطر الانتشار تاعه إذا تكلمنا على الانتشار يقول باللي اللي كان في الدلتا قليل الناس اللي يكونوا في مجموعة رحين يتقاسوا هذا أكتر من عشر مرات رح ينتشر ولهذا يقدروا نوصلوا يعني إلى دروة قبل قبل الوقت قبل الوقت نعم دكتور بورحلة